اخبار والرياضة من قناة الجزائري الدولية اهلا بكم استهل المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 23 عاما دورة الالعاب العربية بتعادل امام نظيره العماني في لقاء الجولة الاولى من المجموعة الاولى الذي جرت اطواره صهرة امس الاحد بملعب التاسع عشر ماي بولاية عنابة شرقية البلاد المواجهة شهدت تضيع زملاء قائد الخضر الحارس ردوان مع عاش عدة فرص خاصة في الشوط الاول وبهذه النتيجة يحتل اشبال المدرب الجزائري رشيد ايت محمد المركز الثاني برصيد نقطة وحيدة وللاشارة فان الجزائر ستواجه السودان في الجولة الثانية صهرة الاربعاء المقبل إذا رحنا بالفكرة انتا ملزم اننا نعقدوا الانضاء كمبليكي للقروب اذا نقعدوا دائما في الديناميكية ان اللاعبين لازم يلاعبوا متحرين لازم يمدوا يمدوا الجهد اللازم في الميدان الحمد لله كما شفتوا اليوم ما درنا قعل علينا باش نربحوا الماتش هذا ونحمد لله ما ضيعنا تلت نيقات وربحنا نقطة واحدة اخويا مش ديفيسيل ولا احنا تانيت نكونوا وعيين ان شاء الله الماتش الجاي ونخدموا الهد هدو الجور هدو ما شاء الله مباراة كانت خمسين خمسين بينهم من انتخب القزائر قدمنا الشوط اول طيب الشوط الثاني اعتمدنا على تسكير المنطقة واللعب على المرتدات حقيقة جوار رياضية كثير طيبة معروف بلد القزائري بلد عاشق لكرة القدم الحمد لله على كل حال منتخب قدم مباراة قيدة طموحنا كان الفوز تعادل بطعم الخسارة الصراحة ما بطعم الفوز ولحساب المجموعة ذاتها تمكن المنتخب السوداني من فرض منطقه على نظيره اللبناني وفاز عليه بنتيجة ثلاثة اهداف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الاولى النتيجة المحققة سمحت لسقور الجديان بالتربع على صدارة الترتيب برصيد ثلاث نقاط وشهدت المواجهة تلقي لاعب خط الوسط اللبناني سعيد سعد بطاقة حمراء وسيكون اللبنانيون مطالبين بالتدارك في الجولة الثانية حين يواجهون عمان فيما سيبحث منتخب السودان عن التأكيد وإظهار نيتي في الذهاب بعيدا في المنافسة خلال المواجهة المقبلة له أمام منتخب البلد المنظم الجزائر لعبنا عندنا دوافع كبيرة جدا للمباراة دي كانت نفتكر أن الدوافع هي خلتنا نكسب المباراة تركنا الشعب في حالة في ظروف صعبة جدا حتى حضورنا هنا كان في ظروف صعبة دي الأدة الأولاد الدوافعين وينتصروا الليلة تلاتة نمر كلها بهدوء للشعب السوداني ما كنا متوقعين هاي الخسارب هاي نتيجة الأكيد أول ماتش كتير مهام لألنا وما كنا متوقعين هاي بس تشتهي الرياح بما لا تشتهي السفن هيدا اللي صار ما نجرب نعود بالماتش التاني مدرب المتخب اللبناني ميغيل جواو كوستاليموس موريرا ذو الأصول البرتغالية أكد لقناة الجزائر الدولية إعجابه بالجزائر وبالظروف الملائمة التي وجدها بولاية عنبا كما أشاد بالأجواء التنظيمية وبالهياكل المتوفرة لدى الجزائر حقيقة الجزائر بالنسبة لي كانت اكتشافا ومفاجأة كبيرة أنا بورتغالي ووجدت أن هذا البلد جميل جدا لقد أخذت فكرة إيجابية حقا ومندهش من الإمكانيات الموجودة ومستوى التنظيم الذي يسير حسب رأيي بشكل جيد جدا وهذا وفقا متطلبات هذا النوع من الأحداث الرياضية هذه الكلمات التي يجب أن أقولها وفي خبر آخر عقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمسل أحد اجتماع لمجلس الوزراء يتناول ضمن أجندته مشروع قانون تنظيم الأنشطة الرياضية والبدنية وتطويرها ووفق ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية فإن الاجتماع تضمن دراسة تحذيرات النخبة الرياضية الجزائرية للألعاب الأولمبية المقررة بباريس الفين واربعة وعشرين انطلقت عملية حجز تذاكر افتتاح دورة الألعاب العربية في نسختها الخامسة عشرة الذي يقام يوم الخامس من جوليا وتم طرح وتذاكر الخاصة بالحفل الذي سيقام بمنعب خمس جوليا الأولمبي في العاصمة الجزائرية عبر المنصة الإلكترونية تذكرة وذلك بشكل مجاني تمكن العداء الجزائري كمال سجاتي من تحقيق الميدالية الذهبية في سباق ثمانمائة متر ضمن فعاليات ملتقى الجولة السابعة من الدور الماسي لألعاب القوى حيث حقق الجزائري زمنا قدره دقيقة واحدة واربع واربعون ثانية وخمسة وتسعة وخمسون إذن جزءا من الثانية وبهذه النتيجة ضمن سجاتي مكانا في أولمبياد باريس الفين واربعة وعشرين وإلى أخبار الكرة العالمية حيث حسم نادي باين ميونيخ الألماني صفقة الكوري الجنوبي كيم مين جايا مدافع نابولي الإيطالي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وحسب تقارير إعلامية صادر الأحد فإن نادي البوفاري سيدفع قيمة الشرط الجزائي بعقد اللاعب المقدرة بخمسين مليون يورو وكان المدافع كيم مين جاي قد تألق بشكل لافت مع نادي نابولي حيث ساهم في تحقيقه لقب الكالتشو الموسم المنقضي وبالعودة إلى أخبار الألعاب العربية كشف الناخب الجزائري لكوات اليد صالح بوشكري عن قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في الدورة الخامسة عشر من الألعاب العربية القائمة شهدت استدعاء ثمانية عشر لاعبا وستقام منافسة كرة اليد في ولاية وهران حيث سيواجه الخضر في الدورية التمهدي كلا من الأردن قطر العراق والسعودية بداية من السادسي أجويلية علما أن المباريات ستقام بقصر الرياضات حم بوتليليس في عاصمة الغرب الجزائري ختام الموعد الرياضي مشاهدين الأفاضي المزيد من الأخبار تابعون عبر مختلف منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة شكرا على المتابعة